ولنا يمكن أنا قبل بس ما هطلب من زمالي نحن نزيع التقرير بتاعنا اللي بنعمله من أسئلة أهلينا المواطنين لفضلتك ناس طلعت كما جارت العادة للأسف الشديد والمؤلم من حركات متشددة ورجعية وطائفية إلى أبعد الحدود تحرم التعزية وبالذات في حدثة الكنيسة مثلاً مبارح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى سائر أنبياء ورسل الله وعلى أولياء الله الصالحين كافة عامة منذ أن خلق الله تعالى البشرية إلى يوم القيامة وبعد فأتقدم إلى شعب مصر الأبي بصادق العزاء وبخالص المواساة في شهداء الوطن في كنيسة أب سيفين بالمنيرة الغربية إنبابة محافظة الجيزة التي أنتم إليها والتعزية والمواساة واجبة أولاً أقرر وأكد الآتي هؤلاء المواطنون مصريون ولقوا ربهم في بيت من بيوته لأن الكنيسة كالمسجد من بيوت الله عز وجل الكنيسة كالمسجد من بيوت الله عز وجل والدليل على ذلك الآية أربعين من سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له الدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا حكم الله أنا لا أترك حكم الله لقول إنسان جاهل بالدين أو عميل أو متحامل هؤلاء لا كلام لنا معهم يعني حضرتك في العدالة الإلهية إنسان بغض النظر عن معتقده ذهب ليؤدي شعيره وعباده على حسب معتقده وتصوره ولا أتدخل فيها لأن الأمور كلها ترجع إن الله يفصل بينهم فنحن من واس الشعب المصري كله المصاب في كنيسة أبي سيفين ليس مصاب المسيحيين فقط ومصاب مصر بكاملها والإنسانية طبعا طبعا خلق ربنا زي زي والله تعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وأنا لسه في معرض أن أسرد تكريم الإسلام لأهل الكتاب فخالص التعازي والمواساة لهم ونسأل الله أن يلهم زويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بالشفاء والدواء للمصابين وأن يحفظ مصر آمين والله اللهم آمين يعني أنا حتى أقول للزمائلي أنا أنصح يعني أن احنا نكتب كده الدكتور أحمد كريمة الكنيسة كالمسجد بيت من بيوت الله عز وجل نعم خد بالك احنا هنا بنتكلم مع الدكتور كريمة الشيخ الدكتور أحمد كريمة هو من هو الله يبارك فيه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بارك الله فيك يا سيد تخد بالك نعم طيب